هناك شخص غجرة طبعا و هناك شخص يقولون أن المواصلات المتروهات والغطارات والتيجي في والباسات عندما نرى هؤلاء اللابس رسمي يخافون منه أن هذا هو بوليس لكن لا يفتكرون أن هذا البوليس هو مواطن وعنده أولاد وعنده أخوات و يلبس مدني و يكون قاعد ينصر الركاب لا يتعرفون هذا الح ride الناس لا يفتكرون انهم يقولون أنهم يقولون أن هذا البوليس هو أسكر هذا الشعب السوداني هو كل جيش والله يجب أن نكون متقاطر المطر يعني أنه ينجب أن نكون متقاطر المطر أنا لا أعرف ما يكون متقاطر المطر غجر من السودانين يعني ما بيشكر الجيش وما بيشكر الانتصارات بتاع الجيش ولا بيجيبوا الانتصارات بتاع الجيش طبعا الليلة شافوا عجان جويد قبضوا لهم كم نفر كده فخلاص آي والله والجيش ده كيف والجيش ده ميت وكيف يعني قول مية مية نفر قبضوا قبضوا قل عالف يودون مين يكتلون يودون مين وسلم قبضوا قبل عالف يودون مين تقلعون أن نستثلم لهم يمكنكم أن نسخوا البرد لا يمكنهم مين مينة للمينة جهانا الجيش للنسخة لا يعرفون البرنامج والسطم من الدولة لأنه غجر وأنه بحايم وطير وانتقلون في الخلق لا يعرفون البرنامج والسطم من الدولة كيف يمكنهم البرنامج والسطم من الدولة الله يرضى عليك حبيبنا الليلة الشماري 99 من 10 الصالح والطالح اختصوا نصوانهم غضبانين غضب الهي بقضاء جيش الدارفورين 80% غضبانين غضب السنين شاهدت؟ النوبة دار كلهم جيش شرق السودان 60-70% دار كلهم جيش نازل نير الأزرق دار كلهم جيش هل تستطيع أن تفهم؟ يعني أنا دار أعطيك حاجة السوداني أنا دار أخاطب السودانين بعد ذلك السوداني أنا دار أخاطبهم السوداني دار 40 مليون السوداني organizer كيف تستطيع رؤية 10 مليون القاتلون سوف ينضح بال الالنصاوات تخصوص هل تكون جد nelari 10 % خصائ網 الله حتى انت كنت تستطيع أي Conflug التجلد وتستطيع التجلد مؤتماين تستطيع تعمل صفقات الدولية من برا هل هناك مؤتري فيك؟ يا بابا انت قاعد والله العظيم الفرد تختشي وتستهي على حالك انا دعيك كذلك دمع كل شغول 16 ولاية تقوم بتاعتهم لماذا انتو انتو كسرون هنا انتو ان اذكركم في الفيديوهات والانتصارات اشخلكم بالليف اجيب لكم مئة انتصار للجيش انتو ماكم تخونوا الملح والملاحية جماعة يا خيزول يا جماعة زول حبيبنا الله يرضى عليك جنغرن هذا اقوى من الحركات المسلحة جت جت مجتمع اقوى من الحركات الهلو وحركات دارخول مجتمع جت اقوى منهم جنغرن جنغرن لانه كان الشعب الجنوب الكل يتمرد الحصة شنو في النهاية وقوه السلام وانفصله بأخول أخوك مبل بوا اقوى من الحركات المسلحة اقوى من الحركات المسلحة المستشفى دارخال شرقنيل دانا مع اللقط فيه كده جماعة جيش حقه لانه يجب ان يقل أدبه على القوات المسلحة حسنا رغم خلافنا معها ونغرن وبتاع نحن لا يمكن نقول الوطن لو كان الليلة مثلا حميدتدة سودانة والناس المع حميدتدة كلهم سودانين وداريه واجه القوات المسلحة ماليش هنا ممكن كان نجيف كان كلنا نكونوا متمردين ونقول المعسسة دي فيها نغط ونكونوا ضد المعسسة دي ونشيلوا سلاحنا لكن ده دول غزو جاي من بره غزبا أنك كوراك في رقبتك سمعا وطوعا وطاعا ورقمي عن أنفك تقريب مع القوات المسلحة لا يوجد طريقة ودرت بيه وطنك للغزو نمشي جدا نمشي جدا هناك شخص قال مني طلع جلويت انتهى انتهى منه عجب لكم لسا لسا عجب لكم شوية ثانية لسا والطيران لماذا أخواننا قابضينه؟ نمسهم ذاته عشان يا جماعة دي رسالة للجيش قناعنا من أخواننا أخواننا قناعنا من أجل المصدوحة وطاع المصدوحة حسنا قناعنا منه هل رأيتك من كورتفان اسمه عارف حسان برشم؟ يازول ستة لأنه يجب لكم لذلك يجب لكم لا يوجد جيشان واحد لكي لا يجب ونظروا الوليد ونظروا أنهم كمية من الفيديوهات وحزمناكم في ستة عشر ولاية ودمرناكم في الخرطوم دمار ودمرناكم في دارفور وفي الجنينة دمار لا يوجد شيئا الدولة ضدك والله تركي قصبر أنك كورتف ترى برشم بصد حوزر دسرق مئة ميلة راجو مكاتوشة سخوية بفوق تقول لي اسمعي هذا ليس 10% يعني 10% خسائر من بواطن مسلحة أمسك دي ستة ستة يعني أبوك لكي لا يتكلم ترى ترى العساكر التي قمت بها قمت بها 10% خسائر أنا أسكري أصلاً أصلاً أوقع ذلك أنه ميت صح لكي لا يتكلم تقول لي أمسك دي ستة أنت والمعاك زعطة أمسك دم حيثين أبوحانكم زعطة انتهى الموضوع فلا تقول لك والله إن أقسم بالله لو نستخدم وحسي طبعاً شكالين سياسة الأرض المحروقة بعدها الخرطوم هذا الخرطوم لا إله إلا الله الخرطوم هذا الكثير من الجنجويد لأنه نستخدم سياسة الأرض المحروقة نستخدم سوريا نستخدم المباني والخرطوم نبنية من جديد مليارات الدولارات 200 دائرة النجيمة خير الضحب الموجود في السودان والرملة والعراضي الشاسعة والواسعة والإتحاد الأوروبي ويزرع جميع في السودان والتفاصيل هل تعرفتكم؟ والله العظيم ما تقول لك سياسة الأرض المحروقة ماذا؟ يهودين هذا الناس لا تقل أدبك بأنك بطلنا خمسين ستين نفر ها؟ ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك كمية فيديوهاتنا بالتلفون والله إلا أحصر لها وراء قوة ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك يا جويد يا طير يا بهايم يا قجر والله صحيح قجر طيب نمشي قدام شوية أنا دعالك في موضوع المستشفى كمية من النشطاء اتناول المستشفى لكن أنا طبعا ما اتناولتها فراجمت اتناولها موضوع المستشفى مهم يعني أنا نرى حتى الواطنين شدة ما استحتروا بكم عند��واتك هذه القديمة ما كنت اتكرار لك فالمديوات القديمة تم تدمير الدعم السري في 16 ملايا وتتم تدميرها وتمضي من السبوس المئة وهناك في فندقهم وتنودهم Yeah اتضخ Ira كانت الفحدة أوص سلامة فطأ من تجدها نهي هل تعرفون Zustي انفzw الليل الجيش موجود بطيرانه ودباباته وقاكيه والشعب السوداني كله بيطبار الجيش والذي يتبعونه ما يطلع زي زمان يمشي الجنينة يمشي الفاشر يمشي البرصدان يمشي يتكلم ما يتكلم زي زمان حبيبنا ما هو عشان البهايم والغجر وأنا قلت لكم أمس في اللايب أنا بكل الحمار الاحترام والتغدير أنه ديل ما بشر ديل ما بشر نهاية ربما يمكن ربما ربنا خلقهم ديل شواطين ولكن أجسادهم أجساد أجساد بشرية وأجوا عايشين معنا أنا بأكد وبجزم على القلام ده لا يمكن زور ود حلال وإند الدين وإند شرف وإند كرامة مهما الإنسان يفلد ممكن ممكن يفلد يختصد واحدة لكن 20 نفر يتلموا في مرة واحدة والله لا عندكم شرف ولا عندكم دين ولا عندكم كرامة وبرنامج نوعاكم مسيح بس نحن ما يفضل ولا ابن عدم منهم نحن حتى الاتحاد الأوروبي يعني حتى الاتحاد الأوروبي ذاته بين المفترض وأمريكا يجب أن تنفيذ أجساد الإمكانية أي صحيح المستشفى يجب أن يتبعون كمع المفترض كمان ما يفضل كمهم كمك لهاتف لتدمير هؤلاء الغجل يعني أنا نصيحتي حتى الاتحاط الأوروبي وأمريكا يعني حتى النجل لو شعروا ملاجين يقول لي طبعاً أنت عالكي تتبع المستشفى مشاهدة المستشفى لجنجويد صحيح يدو حبوب بتاع التدمير بتاع الجسد بعد خمسة سنة زب ينتهي لأنه دلني ها ما ينفوه في الكرة الأرضية فكرت مع المرهان ولا مع كباشي ولا مع ياسر غطة عشان اختصبت النساء بس انتهينا الناس غطبة منك غضب إلهي نعري يحلنا ما دين انت تاني ما تنفع أنا ببشرك وأنا بانصفك أخير تشيرك سيب تموت والله جد لأنه انت خلاص انت موتهي